في أول تقرير لها بعهد بايدن المخابرات الأمريكية تحذر أن إيران ستواصل دعم وكلائها في المنطقة وأنها تمتلك مخزونا مخيفا من اليورانيوم أما مأرب فهي بعيدة محروسة برجالها وقبائلها وكل الأحرار المقيمين فيها وزير الدفاع اليمني يعلن عن مرحلة جديدة ويدعو للنفير العام والتعبئة والجيش يستعيد مواقع مهمة على بوابة مأرب القوات العراقية تعلن الاستنفار بعد هروب مساجين دواعش وإرهابيين في محافظة المثنة والسلطات تواصلوا بحث تشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش الرئيس التونسي يحذر من خطر تقسيم الدولة من الداخل ويصف الساعين لذلك بالإرهابيين محكمة هندية تهدد بمقاضات المسؤولين لفشلهم في مواجهة كورونا والأردن يعلن عن إصابات بالمتحور الهندي أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث لهذا اليوم أصدرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي أول تقرير سنوي لها في عهد الرئيس بايدن والمعروف باسم تقييم التهديد السنوي أشارت تقرير الاستخباراتي إلى أن إيران تمتلك مخزونا مخيفا من اليورانيوم منخفض التخصيب كما عرفت تقرير إيران على أنها التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة في الشرق الأوسط وأوضح التقرير أن تهران تتجنب التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليميا إذن في ظل استمرار سياسة بايدن تجاه إيران خرج هذا التقرير من قبل المخابرات الأمريكية والذي يتحدث عن طهران وتهديداتها في المنطقة هذا التقرير من قبل الاستخبارات الأمريكية في عهد الإدارة الجديدة يكشف أن النقاط الأساسية في بوقف واشنطن لم يتغير وأن خففت الضغط على إيران بغرض إعطائها فرصة لا أكثر كما يرى مراقبون تقرير الاستخبارات الأمريكية عرف إيران على أنها التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة في الشرق الأوسط معتبرا أن مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية رأى التقرير أن طهران تتجنب التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليميا وفيما يتعلق بالملف النووي أشار التقرير الاستخباراتي إلا أن إيران لإيران مخزون مخيف من اليورانيوم منخفض التخصيب مضيفا أن المخزون تضاعف أربع عشرة مرة عن ما حدده اتفاق 2015 هذا التقرير تطرق أيضا إلى صراعات المنطقة مؤكدا أن طهران تركز جهودها على تعزيز قدرات الوكلة لضرب حلفاء واشنطن في المنطقة وتعمل مع ميليشيات حزب الله اللبناني لإظهار قوتها بصفتها الراعي الأساسي له أما في سوريا تحاول إيران تأمين وجود عسكري واقتصادي دائم مع أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على المصالح الإيرانية لا تتوقف وإلى بلاد الرافدين تسعى طهران للحفاظ على ميليشياتها وتؤثر على وطيرة الهجمات التي تشنها ضد المصالح الأمريكية في اليمن تواصل إيران أيضا دعم الحوثيين بالأسلحة لتسهيل هجماتها المتكررة داخل البلاد وخارجها هذا التقرير من قبل الاستخبارات الأمريكية أشار أنه من المحتمل أن يعكس التعاون العسكري الإيراني مع موسكو وبيونج يانج التطور العسكري لإيران في الصواريخ والطائرات وغيرها لافتا إلى أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تستند لوجود أكبر قوة صاروخية في الشرق الأوسط ومخزوم كبير من الصواريخ الباليستية التي عملت طهران على تطويرها في السنوات الأخيرة وفي القطاع البحري تستخدم إيران بشكل روتيني قواتها لمراقبة العمليات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها قبل تسواحلها من جانب آخر أوضح تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي لعام 2020 أن إيران سعت من أجل الحصول على التكنولوجيا السويدية لتطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية حسب ما نشرته صحيفة جروسلين بوست الإسرائيلية أظهر هذا التقرير أن الحكومة الإيرانية مارست أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج أسلحتها النووية التقرير يأتي في أعقاب صدور وثيقة عن الاستخبارات الألمانية الأسبوع الماضي أشرت إلى أن طهران لم توقف مساعيها للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال 2020 من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدرسات العربية الإيرانية أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث لهذا اليوم تقرير إذن استخباراتي أمريكي يأتي متزامنا مع آخر سويدي صدراء العام الماضي وأيضا وثيقة ألمانية هذه التقارير تتحدث بالتفصيل وتقدم معطيات عن خطورة إيران وتهديدها الولايات المتحدة وأيضا الدول الحليفة في الشرق الأوسط كيف تنعكس تقاريرك هذه خاصة حينما تكون صادرة عن المخابرات الأمريكية على إيران وتعاملها مع التهديدات في المنطقة ومع الملف النووي صباح الخير تهياتي لك وإلى مشاهدي الحدث العزة إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحد جو بايدن كانت تنظر بتفاؤل كبير إلى موقف إيران وكان هناك معلومات مسربة من قبل الأمريكيين بأن إيران فعلا تراجعت عن برامج النوووية ويجب لا نرتكب خطيعتنا مع صدام حسين إيران صادق ومخلص ولكن فجأة تفجير منشآت نتنز ومن ثم معلومات جديدة خرجت من إيران بواسطة المتعاونين مع إسرائيل أثبتت لولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران لا تزال على نفس المشروع على نفس البرنامج والآن جاء تغرير سويد يعني إيران دائما اعتبرت سويد دولة صديقة وتعاونت مع السويد على أوسع أشكالها في مجرات مختلفة واليوم أيضا سويد تشكو من إيران بأنها تتواصل ما برامجها وأيضا سرقت من سويد معلومات بشأن مشاريعنا هو بيها لا أعتقد بأننا ننصف نرى الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ مرونة التي أبدأتها أيام باراك حسين أوباما لا جو بايدن طيب ولكن في هذه النقطة دكتور علي نوري زادة النقطة الأساسية في تقرير الاستخبارات الأمريكية بأنه أول تقرير في عهد بايدن التفاصيل التي يذكرها هذا التقرير حينما يصف أنها لدى إيران مخزون مخيف من اليورانيوم وأنها ضاعفت مخزونها 14 مرة عن اتفاقية 2015 أهمية يصر هذا التقرير في عهد بايدن الذي يقول البعض بأنه يتعامل ربما بنعمة أو بمرونة أكثر من ترامب مع الملف النوي ومع إيران كيف سينعكس ذلك مع تعامل إيران مع الإدارة الجديدة؟ سيدتي بلا أدنى شك جو بايدن سوف يتغذي الإجراءات المناسبة للحيلولة دون اترار تجارب الماضية المريلة بمعنى يوأخر خمس سنوات مع باراك وسين أوباما وتوسلوا إلى اتفاق خرج منها رئيس التالي يعني جو ترامب فلذلك لا يريد جو بايدن أن يترك ورائه تجربة فاشلة كما تركها السيد باراك وسين أوباما اليوم هذا مثبت هذا معكت بين النظام الإيراني بسداد توسل إلى تكنولوجيا إنتاج القمبلة الذرية وخامني لا يهم عنده إلا إنتاج القمبلة الذرية واليوم الحمد لله عندهم إثباتات عندهم وصائق وإذا تم إضافة وصائق السويدية إلى وصائق الأمريكية وإسرائيلية حتى يتبين بأن إيران دولة متمردة ليست ملتزمة بقوانين الدولية ولا حتى بتوغي رئيس جمهورية طيب تتحدث عن وثائق وتقارير ومعلومات تتحدث عن أن إيران غير ملتزمة بل تتأمد في تصعيدها على مستوى الملف النووي وتخصيبها لليورانيوم كل هذا يأتي ويتزامن مع جولة تلو الأخرى في مفاوضات فيينا المتعلقة بعودة الأمور إلى الاتفاق النووي أو إلى اتفاق نووي جديد أو حل حلة الأمور هذه التقارير بالمعلومات التي قدمتها كيف ستنعكس على المفاوضات الجارية في فيينا والتي من المرتقب أن تستأنف الأسبوع القادم لقد آدى سيد أباس رقشي نائب وزير الخارجية ومعه توسيات من دول صديقة وتحذيرات من ولاية المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذه التحذيرات مهمة جداً على إيران أن تعخذها بأين الاتبار من المستهيل أن يوقع رئيس الأمريكي على اتفاقية جديدة مع كل الإشكاليات اتفاقية سابقة فلذلك تفضلت بكلمة حل حلة موضوع أبعد من حل حلة موضوع إعادة سياقة اتفاقية جديدة و سوف نرى الآن لما تشاور رقشي مع خامنه ومع الروحاني سوف نعرف هل إيران مستعدة جداً للتخلي از مشاريع النووية أم لا هناك مماثلة الوقت تازي الوقت حتى إجراء الانتخابات الجديدة فسوف يقود ممثل إيران إلى فيانا ومعه ربما مخترقات نعم شكراً جزيلاً لك دكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية كنت معنا من لندن حذر مسؤول إسرائيلي من أن رفع العقوبات المفروضة على إيران مبكراً سيهدر أفضل وسيلة للضغط من أجل إجبارها على تفكيك البنية التحتية لبرنامجها النووي من جانب آخر أفاد مرسل الحدث بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى في البيت الأبيض الجمعة الماضية رئيس المساد يوسي كوهين فيما قالت وسائل العالم إسرائيلية أن لقاء تناول السلوك الإيراني في المنطقة والبرنامج الصاروخي والنووي أيضاً يأتي لقاء بعد اجتماع بين كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين والأمريكيين في واشنطن خلال الأسبوع الماضي ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور أهلاً بك معنا على شاشة الحدث تصريحات لمسؤول إسرائيلي في جروسلم بوست تحدث فيها عن أن رفع العقوبات المفروضة على إيران مبكرة سيهدر أفضل وسيلة للضغط عليها من أجل إجبارها على تفكيك برنامجها البنية التحتية لبرنامجها النووي سبق ذلك زيارة من مدير المساد الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة نفس المخاوف والقلق لدى إسرائيل من سلوك إيران وأيضاً حوار واجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مستشار الأمن القومي ورئيس المساد أيضاً هل ترون أنه سيكون هناك رغبة أو استجابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسمع قلق إسرائيل والتعامل معه في ظل استمرار المفاوضات مفاوضات في أن حول الاتفاق النووي والذي تقلق إسرائيل منه كثيراً يبدو أن الموقف الأمريكي هو موقف صليب الولايات المتحدة استمعت إلى أقوال الأطراف المختلفة بما فيها إسرائيل وأيضاً الأطراف العربية ولكن حسب التركيم الإسرائيلي صباحاً اليوم الاتجاه الأمريكي هو للوصول إلى اتفاق خلال هذا الشهر ورفع العقوبات بالرغم من التفاهم الذي تجديها الولايات المتحدة للقلق الإسرائيلي وهذا أيضاً الانتباع الذي حصلت عليه إسرائيل من جراء اللقاءات والمحادثات على مختلف المستويات التي أجرتها في الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين وآخرهم الاجتماع بين رئيس الموساد مع الرئيس الأمريكي بايدن والذي خلاله نقل يوصي كوين رئيس الموساد رسائل الشفوية من رئيس الوزراء نيتانياو لكن هذه الزيارات وهذه الاجتماعات على هذا المستوى وأيضاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ما الذي تهم الإسرائيل أن تحققه؟ المفاوضات مستمرة في فيينا رغم كل الغموض الذي يحيط بها لكنها مستمرة نعم المحدثات ستستمر في فيينا وسينجز فيها للأسف الشديد لتفاق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي عام 2015 ما عرف العقوبات والكيود التي كانت مفروضة على إيران بالنسبة للتفاهمات التي أحرزت من جراء المحدثات الإسرائيلية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي وعلى المستويات المختلفة على المستوى السياسي الاستراتيجي وأيضا على المستوى الاستخباراتي العسكري فقد تم الاتفاق على توثيق تعاون الاستخباراتي وأيضا تدارس المشاريع والعمليات العسكرية خاصة وأن رئيس الجبهة الإيرانية في الكيادة الإسرائيلية اشترك في هذه المحادثات وأيضا تم تشكيل لجان عمل مستركة لمواجهة الخطر الطائرات بدون طيار والسواريخ الباليستية الإيرانية ممكن نقول بأن ليس جميع المهام والأمال الإسرائيلية قد تحققت ولكن هناك قاعدة للتفاهم المستقبلي بين الطرفين نعم وسائل العلامة الإسرائيلية تحدثت أيضا أن هذه الاجتماعات مع الرئيس بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين وإسرائيليين تناولت أيضا السلوك الإيراني في المنطقة والبرنامج الصاروخي والنووي وهو ما يقلق إيران وأيضا يقلق إسرائيل ودول المنطقة لكن هل يعني ذلك بأن المساعي والمحاولات مازالت مستمرة في أن يتضمن أي اتفاق جديد مع إيران إضافة هذه البنود المهمة بالنسبة للمنطقة؟ هذه هي الأمال الأمريكية بالرغم من أن هناك علامات سؤال إسرائيلية واستفاهم إسرائيلية كما إذا ستوافق إيران على مواصلة والوصول إلى اتفاق جديد بالإضافة إلى الاتفاق النووي هل ستوافق إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها بالبحث في موضوع السواريخ الباليستية وهذا أمر ترفضه إيران بتاتا هل إيران ستريد الدخول في مفاوضات حول التمدد الإيراني في منطقة الشرق والأوسط؟ وهذه علامة سؤال ولذلك التنبيهات والتحذيرات الإسرائيلية من رفع العقوبات قبل ضمان مثل هذه الاتفاقية المستقبلية قد يضعف المكانة وقوة الولايات المتحدة في الدخول في أي مفاوضات مستقبلية من إيران شكرا جزيلا لك المحالة الأسياسية شلومو غانور كنت معنا من القدس استوديو الحدث مستمر وهي أيضا قتلى وجرحة في مدينة قم الإيرانية جراء اندلاح حريق كبير في معمل الصناعات الكيميائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدينا من جديد اعتدر وزير الخارجية الإيرانية عن تصريحات مسجلة تم تسريبها الأسبوع الماضي تخص قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية وانتقد ضريف التسجيلات على قاس سليماني المنفصلة مع روسيا ورفضه التوقف عن استخدام شركة الطيران الوطنية ايران اير في العمليات في سوريا ما أدى إلى فرض العقوبات أو فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة ايران اير هذا في ايران اما في الولايات المتحدة فلم تتوقف الدعوة إلى استقالة جون كاري من منصبه الحالي كمبعوث للإدارة الأمريكية للمناخ رغم مرور أيام على تسجيل الصوتي المسرب لضريف تداعيات تسريب الشريط المسجل لوزير الخارجية الإيراني جواد ضريف لا يزال يسمع صداها في واشنطن 19 سينتر في مجلس الشيوخ طالبوا بإقالة وزير الخارجية السابق جون كاري الذي يشغل حاليا مبعوث المناخ في إدارة بايدن بعد تكشف معلومات جديدة تظهر أن الترجمة الحرفية للتسجيل تبين أن ضريف لم يكن على علم بالضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا قبل أن يطلعه عليها كاري هذا يطرح الكثير من الأسئلة على جون كاري أن يوضحها الآن لأن هناك عددا متزايدا من المشرعين في الكونغرس يطالبوا بمعرفة ماذا حدث بالضبع واعتبر وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في مقابلة خاصة أن الأمر مقلق للغاية إذا كانت التسريبات صحيحة وعلى كاري أن يشرح موقفه رغم أن الأخير نفى إطلاع ضريف على معلومات استخبارية تتعلق بتوجيه إسرائيل 200 ضربة للميليشيات الإيرانية في سوريا كعض سابق في مجلس الشيوخ ومسؤول رفيع في الإدارة الحالية وشخص له ثقل سياسي في مجلس الأمن القومي أعتقد أنه إذا أصر الجمهوريون على إلحاحهم بالأسئلة فعلى البيت الأبيض أن يقدم شرحا نيويورك تايمز أشارت إلى التسجيل دون التأكد من صحته كاري نفى التسريبات لكن الهجوم عليه مستمر حيث طلب عدد من المشرعين باستدعائه إلى جلسة استجواب أمام الكونغرس ويعتبر كاري مهندس الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 والتقى مع الوزير ضريف خلال عهد إدارة ترامب ما أثر اتهامات أنذاك بقربه من الإيرانيين ونصحي لهم بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية حتى تأتي إدارة ديمقراطية جديدة للتفاوض معها حسب اتهامات الجمهوريين إدارة بايدن ترفع شعارة ديبلوماسية كنهج للتعامل مع إيران لإجبارها للالتزام ببنود الاتفاق لكن شكوك الجمهوريين تتجاوز جون كاري إلى المفاوضين في فيينا حيث يرون بأنهم يريدون توقيع اتفاق مع طهران بأي ثمن أمر تنفيه الإدارة ناديا الملبسة الحدث عشر طهر نبقى في إيران حيث سقط عدد من القتلى والمصابين في مدينة قوم الإيرانية جراء اندلاع حريق كبير في معمل صناعات الكيميائية في منطقة شكوهية الصناعية حتى ما أفدت وكالة فارس للأنباء وألسنت أن إيران أحرقت عدد من المعامل الأخرى المجاورة ما تسبب بعدد من الانفجارات فيها قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتواء الحريقة موسيقى 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 ترافق الزميلة غنوية يتيم وزير الداخلية في جولة خاصة يزور خلالها نقاط للجيش اللبناني يحاول من خلالها ضبط معابر غير شرعية بعد البلبلة التي أحدثتها شحنة الكابتاجون إلى السعودية الجولة ستشمل نقطتين واحدة في الشمال وأخرى في البقاع من البقاع تنضم إلينا مراسلة الحدثة غنوية يتيم غنوة إليكي نحن الآن في جرود القاع في منطقة البقاع على الحدود بين لبنان وسوريا في هذه الجولة التي استحبنا إليها وزير الداخلية كانت له جولات متعددة في الأسبوع الماضي خاصة بعد موضوع شحنة الكابتاجون التي وصلت إلى السعودية من أجل إيجاد طريقة ربما أو خطة لخطة لتحديد هذه الحدود ولعدم السماح لموضوع التهريب ولكن نحن كلنا نعلم أيضا أن هذه الشحنة مرت للأسف عبر حدود شرعية يعني عبر حدود كان عليها نقاط واضحة للقوى الأمنية اليوم أين أصبحت هذه التحقيقات خاصة أنه في موضوع السكانرز يعني في مرافق مهمة بلبنان بمطار رفيق الحريري في بيئة المرفأ ما في عليها سكانرز يعني لهذه الدرجة هل هذا الأمر ممكن يكون مقصود خاصة وأنه هناك جهات دولية تتهم حزب الله بأنه يستغل المرافق الحدودية لتهريب ما يريد تهريبه هلا أول شيء استغلال حزب الله للحدود مبزن يعني أنا عم بحكيك من منطلع وزير داخلية يعني بالنهاية في دولة مهما تكون الدولة بحاجة لمعدات وبحاجة لعديد لا يمكن أن تتهاون الدولة اللبنانية بهكذا الموضوع هناك يمكن أن يكون بعض الفاسدين لكن لا هذا الشيء لا يرتب أعباء أو وضع معنوي على الدولة اللبنانية بالنهاية الدولة هي مسؤولة هلأ بالنسبة لموضوع السكانر تعلمين الوضع المالي في الدولة اللبنانية والسكان الموجود هو قديم العهد يجب علينا أن نعمد إلى شراء سكان جديد وهناك اكتراحات سيتم وضع بالملف الذي قلفت به لتأمين كافة العتاد المطلوب من أجل مكافحة التهريق هذا الموضوع دي ممكن ياخد وقت بظل الأزم الاقتصادية يعني مش أكتر من ثلاثة شهر لازم أو أربعة شهر ما بدي فوت بتوقيت محدد هناك تعليمات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس على الدفاع أن نتعاطى بالسرعة اللازمة من أجل تأمين هذا الموضوع وقد تم تكليف الأجهزة المعنية بذلك طيب نحن نعرف أنه صار في موقفين بموضوع التهريب الشحنة إلى السعودية شو التحقيقات اليوم لوين وصلت؟ هل هن مرتبطين بشحنات سابقة؟ كان فيه دائما مطالبات من الجهة السعودية بأنه على لبنان أن ينتبه لهذا الموضوع لماذا تتأخر إتخاذ مواقف جدية لحين ما أوقفت السعودية استيراد البضائع اللبنانية؟ أول شيء تحديدا هذا الموضوع التنصيق متواصل مع المملكة فيما خص هكذا المواضيع تحديدا بالنسبة للتحقيق صار على خواتيمه تم توقيف شخصين فيه شخصين أخوي هني فيه شخصين فارين من وجه العدالة اعترفوا بقيامه بتزوير بقيامه بتهريب الكابترون والباقي في قضاء هناك بعض النقاط التفصيلية التي يجب علينا استكمالها بإشراف القضاء هل هناك إمكانية اليوم تقديم ضمانات للجانب السعودي بأن الدولة اللبنانية قادرة فعلا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأمور في المستقبل خاصة أن هناك اتهامات لحزب الله بأنه يحاول زعزعة أمن السعودية بدي أحكي بكل صدق وبكل شفافية وبكل أمانة وعن بحكي من موقع مسؤولية كوزير داخلية يعني الموقف الذي اتخذته المملكة هو بديهة وطبيعية يعني المملكة تقوم بواجبها تجاه أمن المجتمعي وأمن القومي وأمن كافة المجتمعات العربية هذا شيء طبيعي وبديهي بالإضافة إلى تأمين أمن كافة القاطنين في المملكة من كافة الدول العالم ومن كافة الجنسيات بالعالم وهناك 300 ألف لبناني ما يزيد عن 300 ألف لبناني يعملون في المملكة وهؤلاء يعني أكيد تعلمين ما هي التأثيرات الاقتصادية للبنان بتحويل المال خاصة في هذه الأوضاع شغل الثاني يعني لبنان شعب ووفي لا يمكن لا يمكن أن نرد الجميل للمملكة بهكذا أفعال خاصة وأنه المملكة السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وهي تساعد لبنان واللبنانيين من كافة النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية حتى من بناء مستشفيات لبناء مدارس لبناء معاهد لشأ وتسترادات من أجل حماية شبابنا وأهلنا ومجتمعاتنا هل يعقل أنه نحن نرد جميل بهكذا أفعال؟ أكيد لا الشغل الأهم كمان يجب أن نعمل بجهد أكثر كقوى أمنية وعلى المواطن اللبناني أيضا أن يتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية من أجل مصلحته الشخصية أي معلومة لدى أي مواطن لبناني يعلم فيها يجب أن يبلغ القوى الأمنية من أجل مكافحة وتفعيل مكافحة التهيئة عرفنا أنه صار في إغلاق لكذا معمل كابتاجون بلبنان هل الأعداد المصانع الكابتاجون جبيرة؟ وهل هي مرتبطة بأحزاب وأشخاص سياسيين؟ تم ضبط كمية منيحة من معامل الكابتاجون كما تم ضبط كميات من الكابتاجون ومصادرتها وتلفة هي لأشخاص وليس لأحزاب لبنانية هي لأشخاص لبنانيين وبعض الأجانب أيضا سنبقى نعمل من أجل أقفال كافة المعامل التي تهدم المجتمعات ليس فقط في لبنان وفي كافة بلدين العالم بالنسبة للشحنة التي وصلت من سوريا كيف يتم التعاون مع الجانب السوري؟ خاصة سمعنا بخلال جولتنا أنه أحيانا الجيش النظام السوري كان يستنفر لمساعدة المهربين لما كان الجيش اللبناني عم يجري بيأخذ خطوات لمكافحة التهريم أنا ما عندي معلومات من هالنوع إذا بدي يكون في تواصل إذا أصدق تواصل مع الحكومة السورية شي طبيعة القانونات الدبلوماسية شغالة ما بين لبنان وسوريا نحن في عنا صفارة بسوريا والعكس صحيح يعني هناك تواصل دبلوماسي على مستوى الصفارتين طيب حكينا أنه في جزئين من شحنة الرمان في جزء إجا من سوريا وفي جزء كان في لبنان الجزء اللي كان في لبنان كان بقلبه الكابتاجون يعني شو الدور اللبناني هوني؟ يعني شو الدور اللبناني؟ هذه شبكات تهريب يعني الدور اللبناني قام بتزوير مستندات وقام بعمليات بمساعدة التهريب إلى خارج لبنان يعني هناك عادة يعني بشبكات تهريب يكون هناك تنصيكتين بيحموا بعضهم وبيأزوا بعضهم من نفس الوقت إذن كانت هذه أبرز نقاط هذه الجولة على أمل أن تكون هناك انكشافات أكبر لموضوع تهريب الكابتاجون وأيضا لموضوع ضبط الحدود بين لبنان والسوريا شكرا جزيلا لك يا غنوة يتيم مرسلة الحدث كنت معنا من البقاع شكرا لك ولضيفك الكريم أيضا كشف تقرير نشره صوت بيروت انترناشنل عن توزيع أماكن معامل الكابتاجون التابعة لميليشيات حزب الله والنظام السوري بحسب التقرير فإن هذه المعامل تتركز معظمها في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا خاصة في البقاع الشمالي للبنان ومنطقة القلمون وضواحيها في سوريا كما أن النظام وحزب الله عمداء إلى شراء مساحات زراعية شاسعة على الحدود ليتم تحويلها فيما بعد إلى أراضي صالحة لزراعة المخدرات لاستخدامها في عملياتهم العسكرية وتعويض خساراتهم المادية التي فرضها قانون قيسر تفاصيل أكثر وأوفى مع الزميل توني هنا في غرفة الأخبار توني إليك مساء الخير دوحة إذن مشاهدين بحسب التقرير صوت بيروت انترناشنال فإن معامل إنتاج الكيبتاجون التابعة لحزب الله والنظام تتوزع بين لبنان وسوريا وفي مساحات شاسعة ولا تقل عن خمسين معملا أبرز مناطق توزيع هذه المعامل في مناطق البقاع الشمالي بلبنان خصوصا في منطقتين بريتال والهرمل أما في سوريا تتواجد في القصير والتي تضم العديد من هذه المعامل وفي منطقة القلمون وتحديدا في بلدة فليطة تضم عددا من معامل الكيبتاجون حيث يوجد طريق أساسي يربط القلمون بالأراضي اللبنانية وبعرسال تحديدا لتمرير حبوب الكيبتاجون وكذلك أفد التقرير أن بلدة عسال الورد السورية كانت تضم مركز معامل وهو طبعا لحسين دقو لإنتاج الممنوعات يضاف إليها المعامل التي بدأت بإنتاج الكيبتاجون في درعة وفق مصدر متابع لعمليات التهريب بحيث توفر التمويل للنظام وميليشيات إيران وبحسب مسؤول في المعارضة السورية فأن النظام السوري لجأ إلى استحداث طريق تهريب بينه وبين لبنان بالتعاون مع ميليشيا حزب الله لتهريب الأسلحة والمخدرات التي تؤمن التمويل لمنظومتهم العسكرية من عتاد إلى رواتب العناصر وعوائلهم كما أن الأراضي الزراعية بين سوريا ولبنان بحسب التقرير لسيما في منطقة جرد القلمون وهي طبعا أصبحت أرضا خصبة لزراعة الحشيش والمواد المخدرة على أنواعها بإشراف حزب الله وبالتعاون مع النظام السوري ودائما بحسب المصدر فقد لجأ حزب الله والنظام إلى شراء مساحات زراعية كبيرة جدا في عدة مناطق على الحدود بين لبنان وسوريا من خلال عدد من السماسرة حيث تغيرت معالمها الجغرافية ليتم تحويلها فيما بعد إلى أراضي صالحة طبعا لزراعة المخدرات وبناء معامل الكابتاجون لتصبح المنطقة مركزا ضخما لإنتاج حبوب الكابتاجون ولفت التقرير أن منطقة عسال الورد ورنكوس والقلمون تضم معامل نفايات كيميائية والتي استخدمها حزب الله لتمويل عملياته كذلك منطقة وادي حنة التي تبعد عن الحدود اللبنانية السورية كيلو مترين تم حفر نفق في هذه المنطقة ليضم معامل الأسلحة الكيميائية ومستودع لها حيث يصل هذا النفق إلى داخل الأراضي اللبنانية ضمن الجبال وتسمى منطقة سهلات المي اللبنانية هذا كل شيء أعود لك دحا شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتفاصيل التي أناقشها بدوري مع ضيفي من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حميد أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستودي الحدث هذه التفاصيل التي ذكرها زميلي هنا في غرفة الأخبار توني وأيضا التفاصيل التي أشار إليها وزير الداخلية في جولته مع زميلة غنوية تيم أبدأ معك ببعض التفاصيل الأخرى أيضا المتعلقة بلماذا اختيار تلك المنطقة الحدودية بالتحديد لأن تكون مساحات شاسعة لزراعة المخدرات ومعامل الكيبتاجون كان فيه معلومات أن هذه المراكز كانت داخل بيروت ثم نقلت إلى الحدود هل هذا صحيح؟ أولا معامل تصنيع الكيبتاجون صحيح أنه تم ضبط في فترات سابقة يعني البعض منها في بيروت ولكن طبعا الجهد الأكبر كان في منطقة البقاع والبقاع الشمالي تحديدا وبعد اندلاع الحرب السورية أو الثورة السورية في العام 2011 انتغل قصة من هذه المعامل إلى نطاق عمل حزب الله والفرقة الرابعة تحديدا في الداخل السوري هذه البنية الكبتاجونية داخل والحشيش كذلك في الداخل السوري إنما هي طبعا تستفيد من الخبرات اللبنانية في هذا المجال ومن التسيب الأمني الذي تطفي على هذه المناطق تحالف حزب الله مع القوى النظام وطبعا يتم تأمين طرق التهريد بالتعاون بين الطرفين وكذلك من خلال سيطرة حزب الله على المرافق العديدة في الداخل اللبناني وتحديدا حتى على القرار الجمركي وعلى معاملات التفتيش وأوما نحاول تخبيئته أحيانا بالقول أن السكانر لا تعمل والسكانر قديمة وفقا لمقال وزير الداخلية القضية ليست قضية سكانر سكانر في لبنان لم تعمل حتى عند تركيبها لا تعمل ثم هناك أشياء تهرب من مجال إليها من أشخاص أو من أحزاب هل يعني أن هذه تجارة ستبقى نشطة في ظل عدم إمكانية ضبط الحدود والتعامل مع هذا الكم الكبير من المخدرات أولا يعني خلينا لنتكلم عن الجانب اللبناني لأنه طبعا في الداخل السوري هناك دولة أخرى وهناك قوى أمر واقع تسيطر على أمن هذه الدولة وهذا الموضوع يجب أن يتحول من موضوع لبناني إلى موضوع دولي عندما نتكلم عن مساحات متداخلة يتم زراعتها بالتعاون بين النظام وحزب الله فلا أعتقد أن السلطة اللبنانية قادرة على فرض سيطرتها في الداخل السوري وإنما لنتكلم عن الداخل اللبناني في الداخل اللبناني هناك منظومة مراقبة للحدود حديثة جدا لا تسمح وفقا لانتشار القوى وللمشروع البريطاني الأمريكي الذي قال لي شخصيا أحد المشرفين عليه أن الحدود اللبنانية هي أكثر الحدود تجهيزا في العالم حيث يوجد كاميرات حرارية وردارات وحساسات ومراكز مراقبة ومراكز انتشار العسكر وهناك أكثر من أربع تلاف جندي مكلفين بهذا الموضوع وصدقيني أنه يمكن رصد كل عمليات التهريب أو جزء كبير منها ولكن عندما يستعرض الإعلام أبطال هذه الصناعات على الإعلام وهو يعيشون في إمبراطوريات أمنية في بقعة نشاط حزب الله وحيث هو يسيطر الموضوع لم يعد موضوعا تقنيا الموضوع هو هل تجرد أو هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تتخذ قرارا صارما بوقف كل هذه الأنشطة في الداخل اللبناني أم لا أي قرار متوقع من الدولة اللبنانية هذا الواقع الذي تصفه أنا لا أعتقد هل يعني بأن لبنان سيبقى منصة لتهريب المخدرات وأن الدولة غير قادرة على ضبط هذه المخدرات والتعامل مع هذه المشكلة الدولة غير قادرة على اتخاذ القرار القوى الأمنية قادرة على ضبط الحدود الدولة غير قادرة على اتخاذ القرار لأن هذا القرار هو قرار أمني سلاش سياسي وهو يشكل في ظل ضائقة إيران وضائقة النظام مصدر للتمويل المطلوب أن يعالج هذا الموضوع وأن تلزم الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية لو كانت متحررة من قرار حزب الله كانت قادرة على ضبط الحدود يعني هناك تلزم من خب المال نعم تقول يجب أن تلزم الدولة اللبنانية للتعامل وأصدار القرارات تلزم من قبل من؟ يعني اليوم التضييق القرار السعودي بوقف التصادرات اللبنانية انعكس سلبا أكيد على الاقتصاد وانعكس كذلك على علاقة حزب الله بجمهوري لأن المزارعون في لبنان هم من كل الطوائف وبالتالي الضائخة الاقتصادية التي كان يحاول حزب الله التحرر منها عبر عمليات التهريط انعكست سلبا على مناطقه وجمهوره إذن نحن أمام يعني شريحة ستجوع مجددا نتيجة هذه الأنشطة ثانيا يجب أن يكون هناك مسعى دولي لوقف كل هذه العمليات يعني وعدم يعني التساهل معها والتعامل معها كقضية أممية كقضية دولية أصبحت تهدد صحة المجتمعات يعني هناك عشرات المضبوطات التي ضبطت ليس في المملكة العربية السعودية وليس في الدول العربية وحدها في اليونان في ألمانيا في أمريكا الجنوبية إذن هذا نشاط يجب أن يتوقف وبالتالي يعني العقوبات هي الكفيلة بذلك ويعني أعتقد أن الدولة اللبنانية قابلة يعني مقبلة على انفجار اجتماعي وانفجار سياسي إذا لم تكن فعلا جدية باتخاذ القرار اللازم كل الكلام الذي يقال عثر وقف الصادرات اللبنانية للسعودية هو كلام ليس بالمستوى المطلوب يعني إذا كنا ضبطنا عدة معامل خلال هذا الأسبوع نتيجة هذه الشكوى من المملكة فلماذا لم تضبط سابقا هل لأنه لم نكن نعلم بها لا كنا نعلم بها الجميع كان يعلم بها والجميع يعلم بهذه البنية المخدراتية الموجودة في لبنان الجدية هي المطلوبة والعامل التقني متوفر وممكن تعزيزه عندما يستعيد لبنان ثقة محيطه وثقة العالم به شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حميدة كنت معنا من بيروت أمر وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب مساجين دواعش وإرهابيين من أحد السجون في محافظة المثنى جنوب البلاد أفدت وسائل الإعلام العراقية نقلا عن مصادر أمنية بهروب عدد من نزلاء سجن الهلال المخصص للمحكمين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظة المثنى جنوب البلاد وأن عمليات الملاحقة والتفتيش جارية حاليا في المناطق القريبة من السجن للقبض على الفرين وهم أكثر من عشرين سجينا بينما أعلن محافظة المثنى أحمد جودة إلقاء القبض على عشرة منهم موضحا أن عمليات الهروب تمت بعد الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن ترجمة نانسي قنقر كشف خبراء بشأن الأمنية العراقية أن السلطات تستعد لتأسيس محكمة متخصصة في جرائم تنظيم داعش حيث يعد البرلمان مسودة قانون لتأسيس هذه المحكمة التي ستكون متخصصة في البت بجرائم التنظيم وإصدار الأحكام القضائية بحق المدنين وفقا للخبراء فإن هذا القانون سيكون مفصليا في إعادة قاعدة بيانات توثق جرائم داعش وتستخدم كمرجع في المحاكم الدولية نظرا لأن الفضائع التي ارتكبها التنظيم لم تكن مقتصرة على العراق بل أيضا عدة دول حول العالم من لندن ينضم إلينا الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث مسؤولون في إقليم كردستان يتحدثون عن محكمة خاصة لمحاكمة داعش هذا القانون عرض على البرلمان الكردي لاحتمالية عرض محتجزين إلى محكمة ويحاكم بقرار وبدعم أيضا دولي ما أهمية هذه الخطوة وإذا كانت تأخرت كثيرا بعد سنوات داعش فيها في العراق نعم من راضح جدا أنها خطوة مهمة جدا ولو أنها أتت متأخرة ولكنها تبقى مهمة جدا كان من المفروض أن يتم إنشاء محكمة خاصة بمحاسبة الدواعش أو جرائم داعش منذ بداية سقوط الموصل ولكن الموضوع تأخر لأسباب سياسية أيضا ولكن المهم أن يتم إنجاز هذا المشروع هذا المشروع هو مهم جدا في ناحية عزل الجرائم داعش عن بقية الجرائم في المجتمع العراقي توحيد جمع المعلومات الخاصة بكل الجرائم في هذه المحكمة الخاصة الموجود حاليا لكل دائرة أمنية يوجد لها محكمة خاصة أو قاضي خاص فيها ينظر فيها جرائم التي تأتي لهذه الدائرة الأمنية جرائم دواعش أو جرائم الإرهاب تكون مختصة بهذه الدائرة ولكن جميع هذه القضاة وجعلها منظومة واحدة فقط هي مهمة جدا من باب المجرمون من الدواعش هم ليسوا عراقيين فقط هم من الكثير من الجنسيات وبالتالي يتيح للمجتمع الدولي مراقبة هذه المحكمة والتدخل فيها يوجد معتقلين من أكثر من 60 جنسية داخل العراق وبالتالي وجود محكمة خاصة بمحاكمة الدواعش هي مهمة جدا كان هناك أيضا تشريع مماثل في البرلمان العراقي هذا القانون عريض على البرلمان الكردي ولكن أيضا كان هناك تشريع مماثل في البرلمان العراقي وحضرتك أشرت إلى أن هؤلاء من أكثر من جنسية عمر متفاوتة وأيضا اتهمات متفاوتة هذه المحكمة كيف ستتعامل مع إرهابيين هم من جنسيات أخرى مدعم دول هؤلاء نعم إنشاء محكمة خاصة سيفرض قوانين خاصة لهذه المحكمة الجميع يحاكمون تحت قانون الجرائم العراقية أين كانت جناسيةهم أو أين كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم فهم يحاكمون بالقانون العراقي القانون الجناية العراقي أو القانون الخاص بالإرهاب أو الخاص بهذه المحكمة الذي سيتم تشريعه أيضا وبالتالي إذا أرادت دول هؤلاء الدواعش التدخل أو يكون لهم تواجد فبإمكانهم أن يكونوا متواجدين داخل هذه المحكمة للتأكد من سير المحكمة للتأكد من الإجراءات ومن الأثباتات والأدلة والكثير من الإجراءات القضائية التي يحتاج أن يتعرف عليها المجتمع الدولي كون أن المحكمة لا تختص بجهة معينة أو ببلد معين وباعتقادي إذا أرادت الدول سحب مواطنيها فأعتقد هناك اتفاقيات مع العراق إذا أرادوا بعض الدول سحب مواطنيها وإذا لم أو تبرأوا من الموضوع فبإمكان المحاكمة العراقية بواسط هذه المحكمة الخاصة ومحاكمتهم على الأراضي العراقية وفقا للقانون العراقي يعني كما تعلمنا طالما شكلت هذه النقطة صداعا وقلقا في رأس الحكومة الأقليمية وأثارت مخاوف أمنية أوروبية وأمريكية أيضا هل هذا إذا ما تم إنشاء فعلا محكمة جنائية لمحاسبة ومعاقبة ومحاكمة عناصر داعش مخرج وحل للتعامل مع عناصر داعش المتوجدين في المنطقة نعم باعتقادي سيكون إلى حد ما سيتكون هناك حل هذه المشكلة القانون الذي سيتم محاكمة الإرهابين عليه سيكون واضح للجميع وواضح للدول التي تريد معرفة الإجراءات التي ستكون باتجاه مواطنيها وستكون واضحة للعلن وبالتالي الكل سيحاكم وفق قانون واضح وصريح وفق أدلة وفق إثباتات على المجرمين أو المدانين بهذه الجرائم الموضوع الذي يمكن لا يرضون عنه القانون العراقي يجرم المنتمي إلى الإرهاب بالإعدام وبالتالي بعض الدول ترفض الإعدام لمواطنيها وترفض عقوبة الإعدام لكن هي نفس الدول تقريبا التي رفضت استلام عناصرها من داعش الذين قبضت عليهم الحكومة العراقية في أوقات سابقة بالضبط وبالتالي عليهم القبول بالقانون العراقي والقبول بالقضاء العراقي أو يأخذون مواطنيهم إلى بلدانهم هذا هو الإجراء الصحيح أن يتم محاكمتهم وفق القانون العراقي ووفق القوانين العراقية أو إذا شاء الدول سحبهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم في بلدانهم الأصلية فهذا أعتقد يعود إلى الاتفاق بين العراق وحكومات هذه البلدان إذا ما تمت هذه أو أنشئت هذه المحكمة الخاصة لمحاسبة ومحاكمة عناصر داعش إلى أي مدى ستمثل المحاولة الأولى العالمية ربما لمحاسبة أعضاء داعش وهل تؤدي مثلا إلى تقديم أعضاء بارزين في هذا التنظيم إلى المحاكمة؟ كل شخص تم اتهام بالانتماء لهذا التنظيم الإرهابي أو للتنظيمات الإرهابية سيتم محاكمته من خلال هذه المحكمة هناك الكثير من الذين اتهموا بالإرهاب وهم ليس لديهم ولا تدل عليهم وهم أبرياء أو لا يوجد إثباتات انتماءهم إلى داعش وبالتالي على القانون العراقي أيضا إفراجهم والقانون العراقي لعدم وجود محكمة مختصة بجراءة من الإرهاب لا يستطيع الإفراج عنهم بما معناه أن هناك الكثير من الأبرياء الذين أيضا دخلوا السجون بتهم كيدية وتهموا باتهامات انتمائهم إلى داعش هم داخل السجون لا يستطيع القضاء العراقي إطلاق صلاحهم وبالتالي وجود هذه المحكمة سيتم الخلاص من هذه المشكلة بالكامل المتهمون سيحاكمون أي أن كانت جناسيهم وأي أن كانت مراكزهم داخل التنظيم والأبرياء أيضا ستكون هناك فرصة لإخراجهم إن كانوا حقا ولم ينتموا إلى هذا التنظيم الباحث في المركز الأوروبي اللي درست مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي شكرا جزيلا لك إذا مشاهدين ختم الساعة الأولى من الساعة الحدث عودوا ألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي الثورة باتجاه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية سيصر ربما المحتجون على موضوحة الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في وادن والاحتجاجات في وادن آخر المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لاش تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياح بماذا كان يخيف لقمان سليم بكلماته حتى يلقى هذا المصير حكم المحكمة الذي أثبت إدانة ديبلوماسي إيراني جلسة التصويت الحاسمة بدأت بانتظار حسن هذه أن تيجم بين كل القوائم هذا الموقع البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن قراءة عملياً كثفت إدخال الثواريخ والعتاد من جموعة كبيرة من الإعلابيين الكتاب والباحثين شاركوا سنحاول الاقتراب هذا الاجتماع أولاً سيكون على مستوى رفيا أقصى عقوبة يموج بي قانون الإرهاب هنا في بلجيكا تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً للولايات المتحدة للإمان ماذا سيغير حسورة؟ البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متقر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر لأربع وعشرين ساعة 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 الغارات ضد أهداف إيرانية داخل سوريا اليوم إيران تعمل في سوريا على اتجاهين لتعزيز منظومة الصاروخية ومنظومات الطيران المسهير إلى أي بدا سوريا آمنة لهذا المخطط الإيراني شهدت مدينة القامش للسوريا صباح اليوم اشتبكات متقطعة ربما يقوم النظام السوري والإيراني بتسليح العشار العربي الآن وزجها في هذه المعركة حجر ووضع مأساوي وغلاء ومحاصرين كل الجهات يعني وضع يعني العالم ملت في جوار هذه ناقلة في نطق إيرانيا وبلد سواحل سوريا ما درستكم من معلومات ما له علاقة بما تعرضت له هذه الناقلة الأمر لا يتعلق بعض الفني بشكل قطعي هي برأيي ضمن سلسلة الاستهدافات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في أول تقرير لها بعهد بايدن المحابرات الأمريكية تحذر أن إيران ستواصل دعم وكلائها في المنطقة وأنها تمتلك مخزونا مخيفا من الإيراني أما مأرب فهي بعيدة محروسة برجالها وقبائلها وكل الأحرار المقيمين فيها وزير الدفاع اليمني يعلن عن مرحلة جديدة ويدعو للنفير العام والتعبئة والجيش يستعيد مواقع مهمة على بوابة مأرب القوات العراقية تعلن الاستنفار بعد هروب مساجين دواعش وإرهابيين في محافظة المثنة والسلطات تواصل بحث تشكيل محكمة مختصة بجراء داعش وهناك دولة واحدة وهناك رئيس دولة واحد الرئيس التونسي يحذر من خطر تقسيم الدولة من الداخل ويصف الساعين لذلك بالإرهابيين محكمة هندية تهدد بمقاضات المسؤولين لفشلهم في مواجهة كورونا والأردن يعلن عن إصابات بالمتحور الهندي أهلا بكم مشاهدين في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في شان الميداني اليمني أعلن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي عن مرحلة جديدة من التعبئة والإسناد لرفض الجبهات في مأرب والالتحاق بالمعسكرات لمساندة الجيش الوطني في حربه ضد المشروع الإيراني في اليمن أعلن التعبئة جاء خلال اجتماعه مع قيادات عسكرية وأمنية وأيضا بحضور السلطات المحلية في محافظات عدة لمناقشة الوضع العسكري في الجبهات خصوصا في مأرب لمساندة الجيش وتحرير صنعاء والصعدة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية للحديث عن الوضع الميداني خاصة في مأرب وإلى أين وصلت المعركة فيها معنا هنا في السوديو الزميلة ميس الحربي إذا نتعرف منك ميس على الموقف على الجبهات المختلفة خاصة ما يحدث الآن في جبهات مأرب هلا بك ذوحة طبعا مثل ما نعرف مأرب الآن تشهد حالة نفير عام على مستوى القيادات وحتى على الجبهات ففي مأرب عقيد اجتماع عسكري موسع ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وأيضا المفاتيش العام بالقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ومحافظ مأرب اللواء السلطان العرادة أيضا محافظ صنعاء والجوف والبيضاء عدد من وكلاء المحافظات كانوا حضور أيضا في هذا الاجتماع أعلن وزير الدفاع التعبئة والنفير العام ومساندة الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نتابع إعلانه ونداءه في مرحلة جديدة من النفير العام والتعبئة الشعبية لتسطيل مخلفات الإمامة والكانوت الحوثية وأذناب العمانة لإيران ليس فقط لتأمن وحافظة مأربة الآمنة بجيشها ورجالها وقبائلها الأحرار وإنما لتحرى عاصمة صنعاء وصعطاء وكل ذره من تراب الأرض اليمنية واستعادة الدولة والحرية والكرامة وتخليص شعبنا الصامد والصابر من أدوات الموت والدمار والحقد والانتقام أعلان وزير الدفاع هذا هو استجابة لطلب محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة والذي يوجه نداءه قبل خمسة أيام للتعبئة العامة في مأرب وكل المحافظات اليمنية نتابع بماذا خاطب محافظ مأرب القيادة اليمنية التعبئة والإسناد المطلوب الآن والتي ننادي بها على مستوى مأرب على وجه الخصوص بدءا وتجهينا لهذا العمل نحن نطالب كل المحافظات الجمهورية ونطالب كل أبناء الوطن أن يقفوا وقفوا واحدة في مواجهة هذا المدد الهدف الذي يخطط له معه الإيرانيين أبعد عليها عن نجوم السماء وأنا أقولها وأنا على يكين من الله أولا ثم من الرجال المقاتلين من أفضل الجيش والأمن والقبائل والمقاومة الشعبية بشكل عام أيضا اللواء سلطان العرادة وفي خطابه طالب شباب اليمن بالدفاع عن مستقبلهم وأن ينخرطوا في معسكرات التدريب بالجيش الوطني للالتحاق بالجبهات لمواجهة بيليش الحوث الإرهابية التي جاءت بمبادئ مغايرة لمبادئ الشعب اليمني وقيمه وهويته نتابع نداءه نحن في خطاب بالمعركة منذ 2015 إلى الآن ومعركتنا مستمرة مع هذه الميليشيات ولن تكسرنا في آخر المطار في حول الله ها هم يعلقون صور قاسم سليماني ويعلقون صور خامنين لكن هذا رفع صورة قاسم سليماني ويريد أن يحكمنا بهذه الطريقة لا ولن يحكمنا بإذن الله هذا هو أكرر الدعوة لأبناء الشعب اليمني جميعا أن يصطفوا صفا واحدا صفا جمهوريا عربيا قوميا إسلاميا صادقا في وجه هذه الشرمة حتى نضحر اليمن منها بإذن الله وابدأوا من مغرب حول التعب أول نفير العام لكن حتى اللحظة ما هي آخر تطورات على المستوى الميداني والعسكري طبعا حتى اللحظة هناك تحرك نوعي وتحولات في المشهد في معركة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية وخصوصا في جبهات غرب مأرب الجيش الوطني بإسناد تحالف دعم الشرعية استعاد مواقع مهمة في جبهتي المشحش والكسارة هذه الجبهتين هي ساحة مواجهة بين الحوثي والشرعية ومهمة استراتيجيا طبعا هذه الجبهتين هي بوابة لمأرب استطاع الجيش الوطني والقبائل من التقدم وإفشال ميليشيا الحوثي في إحداث أي خرق عبر هاتين الجبهتين بل وفرت أطقمها وعناصرها بإسناد من تحالف دعم الشرعية بعد خط الإمداد الذي يمر من صنعاء مأرب وأسفل هيلان ويربط الكسارة والمشحش نجاح خطت الجيش أيضا أربك الميليشيات الحوثية في جبهتي الضالع والجوف وسط انهيارات للدفاعات الميليشيات الحوثي وفرار عناصرها من هذه الثلاث الجبهات بحام هذا الوضع الميداني المشتعل مايس كما وصفتي يأتي متزامنا مع جولة المبعوث للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن إلى المنطقة وبالتالي ما أبرز مساعي في هذه الزيارة التي هي ليست الأولى هي الخامسة إلى المنطقة صحيح ضح الولايات المتحدة والأمم المتحدة يبدو حتى اللحظة تحركاتها مشلولة بسبب تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لوقف إطلاق النار ما يجب عليهم ممارسة المزيد من الضغط الجاد على الحوثيين بكل الوسائل التي من شأنها إجبارهم على الأنصياع لمبادرات وقف إطلاق النار في اليمن ومساعد السلام لحل الأزمة طبعا المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية أقر ببطء الوصول للحل السلمي مع الحوثيين متابع معكم بماذا صرح لقناة الحدث الأول من مايو عن هذه القضية نتابع قمى ضد المدنيين اليمنين والهجومات ضد الدول المجاورة خاصة المملكة العربية السودية بعد ست سنوات لا نتوقع أنه سيكون حل سلمي بين الليلة والضحاها ولكن ليس هناك أي حل آخر ليس هناك حل أسكري ورأينا ذلك بعد ست سنوات من الهجومات والقمى ضد المدنيين اليمنين ليس هناك أي حل آخر إذن المبوث الخاص الأمريكي كيم لاندر كينغ هو سيستمر في كل المشاورات مع شركاؤنا لوصول إلى حل سلمي إذن كما أكد الناطق الإقليمي للخارجية الأمريكية أن لاندر كينغ يواصل تحركاته منذ يومين ما بين الرياض ومسقط مسقط التي وصل إليها اليوم للقاء مسؤولين عمانيين وممثلين من الميليشيات للوصول لوقف إطلاق النار في اليمن هذه الأخبار حتى اللحظة سنتابع ماذا يحدث في مسقط ونحن سنتابع معك شكرا جزيلا لك من مأرب ينضم إلينا رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد يحيى الحتمي أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث إذن هذا اجتماع وزير الدفاع وإعلانه التعبئة والنفير العام هل هي استجابة وتنفيذ لما أطلقه محافظ مأرب الأسبوع الماضي وكيف تنظرون إلى هذه التعبئة العامة في هذا التوقيت بعد كل هذا التصعيد من ميليشي الحوثي على مدار الأسبوع والأشهر الماضية تحية لكي أستاذة وليأستاذ المشاهدين وكل عام الجميع بخير وخوات مباركة ونتمنى من أخواننا في الوطن العربي في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر الفضيل شهر الانتصارات شهر رمضان المبارك بأن يكون إسنادهم للجيش اليمني وللشعب اليمني في معركته الحاسمة ضد الميليشيات الإرهابية ضد جحاف الفارس أبناء المجوسة الذين يحاولون أن يقوضوا الأمن الإقليمي العربي في هذه المنطقة وإثارة المشاكل والنعرات بالتأكيد الدعوة التي وجهها معالي وزير الدفاع على فريق الرقم محمد علي المقدشي هي استكمال للدعوات التي قامت بها السلطات المحلية في عدد من المحافظات عن طريق محافظة المحافظات التي دعت إلى النثير العام طبعا النثير العام هنا ليس المقصود به للدفاع عن مارب فحسب إنما هو لتحرير صنعاء فنحن في هذه الأيام بدأنا اليوم الأول بعد المئة منذ الهجمات الإرهابية الحوثية على جبهة الكسارة اليوم تجاوزنا المئة يوم ونحن اليوم في اليوم الأول بعد المئة ندشل مرحلة جديدة من الانتصارات الكبيرة التي تشهدها هذه الجبهة بالذات كونها كانت مركز العملية العسكرية خلال المئة يوم الماضية حيث قامت الميليشيا الإرهابية بشأن أعمف الهجمات العسكرية وجمعت جحافلها وقطعانها في هذه الجبهة بمحاولة تحقيق أي انتصار أو تحقيق أي تقدم في هذه الجبهة ولكنها كلها باءت بالفشل حتى اليوم الحمد لله رب العالمين بفضل من الله عز وجل ثم بإسناد طيران التحالف وأبطال الجيش الوطني في الميدان كانت المعركة الحاسمة كانت المعركة القاسمة للظهر يوم أمس خلال 48 ساعة الماضية كانت هناك عمليات نوعية وتحول نوع جدري في مسرح العمليات العسكرية للجيش الوطني هذا ما أريد أن أسأل عنها هذه التعبئة العامة الدعوة لها تتزامن مع تحول نوعي في سير المعارك كما تصف حضرتك الآن وكما تفيد المعلومات أيضا كيف سيؤثر ذلك على سير المواجهات في مأرب خاصة بعد تصعيد كبير ومحاولات مستمتة ومستمرة من قبل ميليشيا الحوثي للسيطرة على مأرب بشكل كامل الميليشيات الإرهابية فشلت فشلا ذريعا في الوصول حتى إلى أسوار مأرب هي الآن في أطراف مأرب والاستجابة الكبيرة والسريعة من أبناء اليمن من كل محافظاته وأطيافه وأشكاله لدعوة المحافظين ودعوة وزارة الدفاع مثلا بالفريق الروف محمد علي المقدشي التي دعا بها أبناء الشعب اليمني إلى إسناد الجيش الوطني في معركة تحرير صنعاء نحن اليوم بدأنا التخطيط لمعركة تحرير صنعاء وهي المعركة الأهم أما مأرب فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل ثم بأبطالها ورجالها وقواتها وكذلك بإسناد التحالف العربي في هذه المعركة لذلك نحن الآن عيوننا على معركة صنعاء والنثير قد بدأ مبكرا منذ الساعات الأولى وكانت النتيجة في الضالع وفي الجوف وكذلك في تعز وفي محافظة البيضاء وكذلك في مبينا محافظة البيضاء ومأرف في منطقات مراد حيث كانت هناك عمليات نوعية مفاجئة لأقتال الجيش الوطني في كل هذه المحاور القتالية وحققت انتصارات كبيرة جدا على المستوى العملياتي أو جعت الميليشيات وبالعكس ربما كانت ضربة قاسمة في ظهر الميليشي الإرهابية لم تتوقعها طيب استحلسة العقيد المجهة التي كانت العملية النوعية الأبرز والأقوى قبل أن أستخدم معك بعيني أكمل هذه الفكرة فقط أستاذة كانت هذه المعركة عمليات ناجحة قامت وحدات خاصة من قوات الجيش الوطني لأول مرة وبعملية نوعية في تاريخ الجوش بالإنزال خلف خطوط العدو مما مكنها من القضاء على المدفعية التقوية للعدو تماما وإنهاك المدفعية البعيدة وتدميرها بشكل كال هذا على جبهة المشجح صحيح؟ بعد هذه العملية النوعية التي فاجأت الميليشيات الإرهابية وفاجأت العدو قامت وحدات الجيش من ثلاثة محاور بالهجوم الواسع والكبير جدا على الميليشيات الإرهابية وأخذتها على حين غره أفقدها التوازن وأفقدها صوابها وأدى إلى مقتل العشرات من عناصرها وأفرادها ومن قاداتها وهناك وقوع أسرى كثير في أبطال الجيش الوطني تحرير المواقع الكبيرة التي ذكرتمها في تقريركم وأهم حمة الدياب والخطاب وكذلك سلسلة جبال بن طالب هذه السلاسل الجبلية المهمة التي تربط هيلان بالمشجح بالسرواح وكانت العملية تهدف إلى قطع خط إمداد الميليشيات الإرهابية في هذه الجبهة هذه العملية النوعية تأتي بالتزاون مع دعوة النثير العام التي دعت لها وزارة الدفاع وكذلك سلطة المحلية في المحافظات المحررة والتي لبى لدها كل أبناء الشعب اليمني اليوم العمليات تتحول التحول النوعي وهناك إسنات كبير جدا من قبل طيران التحالف لهذه المعركة وفي هذا التحول النوعي والهدف صنعه بإذن الله تعالى كل هذه العمليات التي أشرت إليها حضرتك سيادة العقيد منذ أطلقت السعودية مبادرتها لوقف الحرب ودعوة كل الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الحوثيون يصاعدون عسكريا في مختلف المستويات ومختلف الجبهات هل الدعوة للتعبئة تعني أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد الآن لدفع ميليشيات الإرهابية إيران من خلف الميليشيات الإرهابية أستاذة يعرف الجميع بأن إيران جمعت قطعانها من كل أنحاء العالم وجمعت مرتزقتها من ما يسمون بألوية الفاطمين والألوية الأخرى وزجت بهم إلى سوريا وزجت بهم إلى اليمن واليوم تكفحهم إلى اليمن آخر جريمة حصتت بحسب معلوماتنا الاستخباراتية بأن الحرس الثوري الإيراني قام بإرسال مجموعة كبيرة من مقاتلي ما يسمى الفاطمين المتواجدين في سوريا وزجت بهم وإدخالهم إلى اليمن بمجموعة كبيرة بكامل عسادهم هذه العملية العسكرية التي تقوم بها إيران ومرتزقتها هدفها الاستيلاء على الأمن الوطني العربي على الأمن الإقليمي العربي فلذلك مأرب هي الآن معركة مقدسة معركة كبيرة جدا ومهمة جدا للأمن الاستراتيجي العربي ليست للجمهورية اليمنية وحدها وليست لأبناء مأرب وحدها وإنما الأمن الإقليمي أو الأمن العربي الاستراتيجي في كل عام لكن نفهم من حضرتك وكل التفصيلات أنه وقتدقتها من كل أنحاء العالم في هذه المعركة أن التعبئة لا تقتصر فقط على جبهة مأرب الآن اليوم اكتشفنا تعز الضالة على البيضاء بالتأكيد بالتأكيد ولكن الميليشيات الإرهابية إيران وراءها ميليشياتها التي دربتها ودفعت بها لتحقيق أهدافها من مختلف البلدان اليوم اكتشفنا هناك مقاتلون أفغان يقاتلون في صفوف الميليشيات الإرهابية اليوم في هذه المعركة في معركة مارب هناك جنسيات أخرى أفريقية وعراقية ولبنانية من ألوية ما يسمى الفاطميون والتي تعددت جنسياتهم ويقاتلون اليوم في مارب وهناك معلومات استخباراتية عن حجم التعزيج وإدخال المرتزقة إلى اليمن من قبل الحرس الثوري الإيراني اليوم لدينا هنا اليوم هذه المعركة تعتبر معركة فاصلة وأحب أن نذكر هنا بمقارنة بسيطة جدا أستاذه عن معركة الكسارة ولماذا هذه الميليشيات مندفعة جدا نحن حول الكسارة بالذات دون عن بقية الجبهات طبعا بعد أن فشلت الميليشيات الإرهابية وإيران وكل قادتها وخبراءها العسكريين المتواجدون في اليمن كانت تركيز على هذه الجبهة لأنها الأقرب ولمفارقة التاريخية فإن جبهة الكسارة لمن لا يعرف كانت قبل 1400 سنة كانت هذه الجبهة ممر لجيش أبرها نحو مكة لتدمير مكة والمعروفة بقصة أصحاب الفيل والتي كانت فيها الفيلة هي العامة الأبرز لهدم مكة هذه الطريقة الكسارة كانت عبور جيش أبرها منها واحدة من ظن المناطق التي عبر منها جيش أبرها اليوم الميليشيات الإرهابية الإيرانية الفارسية تحاول أن تسلك نفس الطريقة التي سلكه أصحاب الفيل وضحت الصورة بهدم الكعبة ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطير الأبابيل ونحن اليوم في عصر الحديث أرسل الله عليهم طيور سلمان تلقفتهم في منطقة الكسارة وهذه المفارقة عجيبة تاريخية ومهمة جدا حيث أن هذه الجيوش تبغي مكة والمدينة وبحمد الله أرسل الله عليها الطيور الأبابيل ودمرتها في أوكارها وبإذن الله النصر القريب معركتنا اليوم هي معركة صنعاء وأحب أن نبشر الجميع بأن صنعاء لا يفصلنا عنها إلا بضعة كيلومترات ولا أستطيع التوضيح أكثر ولكن ليفهمها اللبيب بالإشارة ونحن نحترم أن تبحث على بعض المعلومات العسكرية وصنعاء نفصلنا عنها بضعة كيلومترات فقط شكرا جزيلا أنا رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمنى العقيد يحي الحاتمي شكرا جزيلا لك استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا حكومة حمدوك تعين رئيس حركة تحرير السودان حاكمة لأقليم درفور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين من جديد اكد الرئيس التونسي قيس عيد لا احد فوق القانون محذرا من محاولة تقسيم الدولة وضربها من الداخل وتوعد من يتحركون في الظلام نحن لا نخاف الارهاب لا نخاف الموت نبغي الحياة ونحن رؤوسنا مرفوعة الخوف ليس من هؤلاء الذين يتحركون تحت جنح الظلام ولكن هناك ايضا لابد من الانتباه اليهم من يتحركون تحت جنح الظلام لأضرب الدولة التونسية ويأضرب مؤسساتها ولكن ان لهم ذلك هناك دولة واحدة وهناك رئيس دولة واحد ومن يعتقد انه يمكن ان يقسم الدولة ويفتتها ايضا فيصدم بنفس العزيمة التي واجهتم بالارهاب تزامنا مع هذه التصريحات جدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي دعوته الى حوار بين كل الاحزاب والمنظمات والكفاءات الوطنية اعتمادا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل سياغة توافقات وطنية في الامن والتقدم والاستقرار والعدلة الاجتماعية اوضح المشيشي ان العمل المشترك وتوحيد جهود جميع التونسيين هو السبيل لاخراج البلاد من ازمته قال المشيشي خلال مشاركته في احتفال اليوم العالمي للعمال ان الانشغال بمقاومة كورونا يجب ان لا يصرف الانظار عن اهمية المضي في انجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اضاف المشيشي ان حكومته ماضية من خلال التشاور والحوار الاجتماعي في تسخير كل الامكانيات لدعم المؤسسات ومقاومة الفقر والاقصى من تونس ينضم الينا القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح اهلنا بك معنا على شاشة الحدث وفي السودي الحدث قبل ان نتحدث عن الدعوة لحوار وطني او عودة الدعوة مجددا لحوار وطني نتحدث عن هذه التصريحات من قبل الرئيس التنسي قيسعيد حينما يقول بان لا احد فوق القانون ويتوعد هؤلاء الذين يتحركون في ظلام كيف تقرؤون هذه التصريحات من كان يقصد؟ هي رسالة متجددة متعاودة ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها رئيس الجمهورية عن هؤلاء المجهولين وهو تقريبا اسلوب اصبح يتكرر بدرجة انه قد نستغرب اذا منتهج رئيس الجمهورية اسلوبا مغايرا ولكن نفهم بمنتهى اليسر الى ان المقصودين الان هو الحزام الحكومي والحزام البرلماني الذي اصبح تقريبا في وحدة مصيرية واستراتيجية واحدة وبالاساس حركة النهضة وحليفيها الرئيسيين وهما ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وانضاف اليهما الان مكون رئيسي على نفس المسافة بالنسبة الى رئيس الجمهورية وهو رئيس الحكومة الذي يقدر رئيس الجمهورية انه قد ابتعد نهائيا ونأب نفسه عن التواصل مع رئيس الجمهورية عفوا نعم وارتم في احضان هذا الثلاث وبما يشكل رباع حكومي برلماني الان الاسابيع والاشهر الماضية كانت تشهدت فصولا عدة من الصراع بين السلطات التنفيذية والتشريعية وكان السؤال دائما انذا ما كان ذلك سيشجع على الحوار ام سيعرق له بالامس كان هناك كلمة لامين العام للاتحاد العام للشغل وايضا اليوم بعدها جدد رئيس الحكومة ايضا نفس الدعوة للحوار الوطني في ظل هذه التجاذبات السياسية وفصول الاختلاف بين السلطات التشريعية وايضا التنفيذية هل تعتقدون بان هذا الحوار الوطني قد يكون قريبا قد يعقد فعلا وحوار وطني بين من ومن المؤشرات والدلائل تشير الى انه من الصعوبة بمكان ان ينعقد هذا الحوار يكفي ان نستقرئ بمنتهى اليسر ما حدث بالامس من الكلمة التي قالها الامين العام لاتحاد العام التنسي للشغل والتي جدد فيها دعوته باكثر الحاح وباكثر صرامة للحوار الوطني وكلمة رئيس الجمهورية رغم انها لاحق زمنيا ويفترض ان رئيس الجمهورية قد علم بما جاء في كلمة الامين العام للاتحاد العام التنسي للشغل ورغم ذلك فكلمة رئيس الجمهورية والبلاغ الصادر عن رئيس الجمهورية لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى هذه الدعوة الى الحوار رئيس الجمهورية ما زالت تراوح مكانها في علاقة بدعوة الاتحاد العام التنسي للحوار لم ترفضها صراحة ولم تقبلها صراحة وربما هذا التردد وهذه الضبابية هي التي تعقد المسألة لكن البعض قد يقول سيد عبد الحميد بان الحوار هو طوق النجاة الوحيد نعم البعض قد يقول بان مبادرة الحوار هذه قدمت في العام الماضي في نوفمبر العام الماضي ووافق عليها الرئيس قيس عيد ولكن كان امامها عراقيل للتنفيذ على ارض الواقع العراقيل ما زالت موجودة وبالتالي ما فرص هذه الدعوة الجديدة لحوار وطني في تونس حتى مقولة موافقة رئيس الجمهورية عليها تحتاج إلى تنسيب رئيس الجمهورية قبيلها ولكنها اشترط فيها تعديلات جوهرية تصعب وتعقد من امكانية انجازها ثم عاد إلى القبول بها ثم جاء بلاغ نافي اذا هذه الضبابية وهذا التذبذب وهذا عدم الوضوح بالنسبة الى موقف رئيس الجمهورية هو الذي عقد المسألة الان نحن امام ما سمها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل شفى الانهيار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية نخشى ان الانصراف الى الحوار يكون بعد فوات الاوان ولا يجد التونسيون على ما يتحاورون قد يأتي وقت ويتحاورون على انقاذ الدولة وهذا ما يخشاه الجميع الرئاسة والبرلمان والحكومة كل الاطراف تتحدث عن اهمية حوار وطني واهمية الابتعادة على الانقسام الداخلي وبان الوضع السياسي والاقتصادي والامني والصحي اصبح متدهورا لكن نفس هذه الاطراف تضع عراقيل وشروط امام هذا الحوار الوطني وبالتالي ما المخرج اذا في تونس هو قد وقفتم على الداء فعلا هناك وحدة التشخيص وهذا هو ربما المعقد والمصعب للعموم الجميع متفقين حول التشخيص الوضعية والجميع يتحدث عن ضرورة الحوار بما في ذلك رئيس الجمهورية ولكن كل قوة سياسية تريد ان يكون الحوار على الشاكل التي تريدها وكل قوة سياسية تريد للحوار ان ينطلق من ورقة هي من تعدها ومن اشتراطات هي من تراها ضرورية الاختلاف الاولويات والاختلاف الضروريات والاختلاف فيما لا يمكن ان يكون مجالا للحوار هو الذي عقد المسألة ما طالما حافظ كل على موقفه فاعتقد ان امكانيات انعقاد الحوار من الصعوبة بمكان ان لم نصر في الوقت القريب الى استحالة التحاور باذا ما تمسك كل طرف بموقفه الذي اعلن عنه شكرا جزيلا لك القانوني والمحلل السياسي عبدالحميد بن مصباح شكرا جزيلا لك اصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدو قرارا بتعيين رئيس جيش تحرير السودان مانيا اركو مناوي حاكما لأقليم ضرفور يعني تعيين مناوي ضمن استحقاقات اتفاقية السلام مع المجلس السيادي السوداني وعملا باحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية كان مناوي ابرز مرشح لمنصب حاكم اقليم ضرفور منذ ان تم التوقيع على اتفاقية السلام باعتباره احد المواقعين عليها ضمن مجموعة حركات الكفاح المسلح التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالرئيس الاوغندي يوري موسو فيني خلال الجولة الافريقية التي تقوم بها لشرح موقف السودان من ملف سد النهضة واطلعت الوزيرة الرئيس الاوغندي على الموقف السوداني ونتائج المفاوضات الاخيرة وكشفت المهدي عن الخطوات التي اتخذ السودان بحثا عن اتفاق قانوني بشأن ملء السد وتشغيله بدوره اكد الرئيس الاوغندي دعم بلاده للحوار المفضي لتحقيق مكاسب لكل الاطراف واكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها بنظيرها الاوغندي ان السودان قدم كافة التنازلات في سبيل ايجاد حل يخدم مصالح الدول الثلاثة في ملف سد النهضة واشارت الى ان اثيوبيا تعمل على شراء الوقت بتعنتها في المفاوضات قال المستشار الطبي للبيت الابيض انتوني فاوتشي انه سيكون على الهند فرض اغلاق على مدى عدة اسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا اضاف فاوتشي ان فرض الاغلاق المؤقت سيضع حدا لدوامة انتقال العدوى هذا وتقاوم حكومة رئيس الوزراء الهندي حتى الان فرض اغلاق على الصعيد الوطني تجنبا لتكرار تجربة الاغلاق العام الماضي التي عانى كثيرون على اثرها وشكلت ضربة للاقتصاد من جانب اخر هددت محكمة هندية بمقاضات المسؤولين عن الفشل في التعامل مع فيروس كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تواصل السلالة الهندية المكتشفة حديثا من فيروس كورونا الانتشار في العالم حتى رصد المتحور الهندي لفيروس كورونا حتى اليوم في 17 بلدا على الاقل بينها فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا بينما سجلت اصابات جديدة في المنطقة العربية بالتزامن مع القيود التي تفرضها دول العالم المختلفة على القادمين من الهند فقد اعلن الاردن عن تسجيل ثلاث اصابات بالمتحور الهندي من الفيروس لأشخاص لم يسافروا قد قرر الاردن وقف الرحلات الجوية مع الهند كان العراق اول دولة عربية قد اعلنت عن اشتباه برصد اصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد على اراضيها وضعت السلطات 21 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصاباتهم بالسلالة الهندية وهم من اقارب حالة مشتبه بها عادت من الهند مؤخرا شملت الدول التي فرضت قيودا ايضا على دخول القادمين من الهند كل من لبنان عمان الكويت السودان الاردن الامارات والعراق منما اعتبرت استراليا القدوم الى اراضيها من الهند امر غير قانوني ملوحة بعقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مالية ايضا الولايات المتحدة قررت فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند اعتبارا من الرابع من مايو الجاري وفي فرنسا يخضع القادمون من الهند لحجر الزامي مدة عشرة ايام بعد وصولها اما بلجيكا فقد منعت دخولهم الى الاراضي البلجيكية المتحور الهندي من فيروس كورونا يبدو انه شد عدوى وقد يؤدي الى خفض فعالية اللقاحات لكن الامور لا تزال مبهمة حتى الان هذا وقد كشف علماء ان طفارات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا يمكنها ان تتجنب الاستجابة المناعية ومن عمان ينضم الينا مرسل الحدث عماد العضيلة ومن بغداد ينضم الينا مرسل الحدث منتظر الرشيد اهلنا بكم معنا اذا ابدام العمان اماد في هذه الحالات التي اكتشفت والتي هي مصابة بهذه السلالة الهندية كان لافت جدا ان هذه الحالات لم تسافر الى الخارج وبالتالي هذا استدعى كيف تمت اصابتها بفايروس كورونا بهذه السلالة المتحورة السلالة الهندية نعم ضحى هذا ما يزيد قلق الاردنيين من هذا الموضوع خصوصا ان هذه الحالات الثلاث لم تسافر ولم تأتي من الهند ولم تخرج من الاردن ايضا لذلك هذه الاصابات وبحسب وزير الصحة الذي تحدث عن هذه الاصابات مصابة بالمتحور الهندي بسبب التكاثر النوعي وهذا يعني ما يزيد كما تحدثت ما يزيد من القلق لانه يعني انا معرض للاصابة بهذا الفيروس وبالمتحور الهندي وجميع الاردنيين ان لم يكن هناك اي من الالتزامات او اي مصاب قد يصاب بهذا المتحور الهندي لكن الحكومة الاردنية قامت باجراءات صارمة سواء على الحدود في المطار وايضا داخل الاردن لعدم تفشي فيروس كورونا بشكل عام وايضا المتحور الهندي منعت السفر القادمين من الهند الى الحضور هنا الا ان يكون هناك قد مضى عليه اربعة عشر يوما خارج الهند ويمكنه الدخول بعد ذلك ايضا هناك يعني قلق كبير جراء التعامل من قبل الحكومة الاردنية ومن الجهات المعنية في الموجة الثانية وكان اغلبها من المتحور البريطاني وكانت هناك اصابات كبيرة جدا وعدد وفيات كبيرة جدا ايضا في لكن عماد كيف تعلم السلطات اي نوع من الفيروس هذا الذي يصيب يعني هؤلاء الاشخاص سواء كان سلالة هندية او سلالة البريطانية المسحة نفسها البي سي ار هل هي التي تكشف نوع السلالة ام كيف تم اكتشاف ان هذه السلالة اصابت بعض الاشخاص هذا ما تحدث به وزير الصحة يوم امس قال ان هذا الفيروس المتحور هو جاء بسبب التكاثر النوعي وتكاثر النوعي يعني ان عندما يأتي كما يعني علمنا انه عندما يأتي او يصاب الشخص بمتحور بريطاني وايضا يكون هناك ممزوج بمتحور برازيلي ينتج هذه ينتج يعني سلالة جديدة وهذه السلالة جديدة بالثلاث اصابات التي اعلن عنها يوم امس هي للمتحور الهندي بحسب الدراسات وبحسب المسحات التي اخذت من قبلهم واظهرت النتيجة هل يعني الان انه في هذا الشيء مغلق جدا هل يعني انه في في الاردن في طريقة معينة للكشف عن نوع السلالة لانه كل اللي بيعملوا مساحات البي سي ار يما بيعرفوا انه اذا كانت نتيجة التحليل سلبية او ايجابية لكن النتيجة لا تتطرق الى نوع السلالة وبالتالي هل هناك نوع مختلف من المساحات الان في المستشفيات في الاردن عن طريقه يتم معرفة اي نوع من السلالة تصيب هؤلاء ضحى في النهاية الاصابة هي واحدة سواء كانت الاصابة بالمتحور البريطاني او المتحور الهندي او البرازيلي يعني هناك عوامل عديدة كما علمنا من الاطباء وكما سألنا الاطباء عن هذه العوامل هي يعني كمية الفيروس التي تعرض لها المصاب بالاضافة الى يعني ان كان هذا يعني الشخص المصاب يعاني من الامراض السابقة ما حديثك عن او سؤالك عن كيف يتم معرفة ان كان متحور بريطاني او متحور برازيلي او هندي هذا يعني بالتأكيد له دراسات من قبل وزارة الصحة لكن يعني الاعلان عن الاصابات الثلاثة بالمتحور الهندي جاءت من قبل وزير او اتحدث عن وزير الصحة هي بسبب التكاثر النوعي وتكاثر النوعي كما تحدثت لك قبل قليل ان اصابة يعني المصاب يصاب باكثر من نوع من الفيروس المتحور ويتم بعد ذلك يعني دراسة هذه الاصابة ويكون نتيجة سواء كان هندي او بريطاني او برازيلي ابقى معنا اذا سمحت اذهب الى العراق ومنتظر الرشيد منتظر اذا سلطات العراقية كانت ايضا اعلنت انها حجرت واحد وعشرين شخص للاجتباب اصمتهم بالسلالة المتحورة السلالة الهندية لفيروس كورونا ما تفاصيل هذا الخبر وايضا كيف علم العراق بان هذه السلالة كان من اوائل البلدان التي اكتشفت ان السلالة الهندية وصلت الى اراضي كيف احد الاشخاص العائدين من الهند اشتبه باصابته بكورونا وتحديدا بالسلالة الهندية بالتالي قامت السلطات بحجره وحجر كل من لامسهم وبالتالي قامت باخذ عينات لهم وارسلتها الى هنا في مختبرات مدينة الطب في بغداد لكن الفحوصات اثبتت ان لا علاقة لهذه الاصابة بالسلالة الهندية وانما بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا لكن المشكلة الاكبر هي وجود مئات العراقيين العالقين الان في الهند ستة منهم فارقوا الحياة رفضت طبعا السلطات الهندية ارسال جثامينهم الى العراق وبالتالي تم دفنهم هناك وهناك المئات من الطلاب اضافة الى الذين يرقدون هناك في المستشفيات لاجل العلاج منذ فترة طويلة كل هؤلاء يريدون العودة الان الى العراق وزارة الخارجية اكدت انها ستعيدهم سريعا الخطوط الجوية العراقية اعلنت ان الرحلات رحلات اعادة هؤلاء ستبدأ منذ يوم غد الاثنين ومن ثم تتواصل هذه الرحلات لاعادة كل هؤلاء الى العراق لكن المشكلة ايضا الاكبر التي تواجهها هنا السلطات الصحية هو توفير اماكن خاصة لحجر هؤلاء بالفعل طبعا تم تحديد بعض الاماكن سواء في بعض المحافظات العراقية على سبيل المثال في النجف تم تهيئة مكان خاص لحجر هؤلاء اضافة الى بقية الحالات سيتم حجرها من العائدين هنا في العاصمة العراقية بغداد في اماكن خاصة قسم من هؤلاء سيرقدون في اقسام خاصة داخل المستشفيات العراقية والبعض الاخر في اماكن خارج هذه المستشفيات تم تهيئتها طبعا لهذا الغرض بالتالي العراق لديه المئات ربما الف عراقية تواجد في الهند على السلطات العراقية يعادتهم طبعا بشكل عاجل بعد ايقاف الرحلات بين البلدين على خلفية تفشية السلالة الهندية الآن العراق ينتظر وصول هؤلاء غدا ستصل الرحلة الاولى ستتبعها طبعا رحلات اخرى ايضا كيف سيتم التعامل مع هؤلاء السلطات العراقية تدرس فرض حظر شامل للتجول خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان وسيشمل طبعا هذا الحظر ايام عيد الفطر نحن امام ارتفاع في عدد الاصابات عموما في العراق وايضا ارتفاع في عدد الوفيات وصل عدد الوفيات منذ انتشار فيروس كورونا هنا في العراق الى اكثر من 15 الف حالة وفاة وهو يمكن ان يكون المعدل الاكبر من بين الدول العربية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم مراسل الحدث منتظر رشيد كنت معنا من بغداد وايضا مراسل الحدث عماد عضايلة كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لكم انموا الينا من نيو دالي الدكتور وليد البكيلي استشاري طب الاطفال والاسرة في مستشفى ابولو في العاصمة الهندية نيو دالي اهلا بك معنا على شاشة الحدث يعني مشاهد مخيفة واخبار تشغل العالم الان بعد اكتشاف هذه السلالة المتحورة الهندية هل هي مما تراقب وانت تتحدث معنا من الهند هل هي اسرع انتشارا ام اكثر فتكا اولا اتشكرك على استضافتي ورمضان كريم وخواتي مباركة ان شاء الله احب اولا ان اطلعك واطلع الجميع من هذا المنبر ان الاخبار اليوم الرسمية من علمانا في الهند ان المتحور بي وان سيكس وان سيفن يعني التطعيمات اللي متوقدة عندنا في الهند هو نوعين استرازينيكا كوفيشيلد وكوفاكسين اللي هو الانتاج الهندي الاثنين يتعاملوا ويستطيعوا حماية المجتمع من هذا الفيروس حتى استرازينيكا؟ لا خوط لا استرازينيكا نعم اللي بالهند اسمه كوفيشيلد نعم استرازينيكا وكذلك كوفاكسين اللي هو انتاج لأنك في معلومات تتحدث ان فعالية استرازينيكا في التعامل مع المتحور الجديد تصل نسبتها الى 20% فقط هل هذا صحيح؟ أخبار لا غير صحيحا الأخبار اليوم العلمية المؤكدة أنه تتعامل معها ولا خوف على ذلك الشيء الثاني الفيروس نفسه P1617 اللي وقد أدلة أنه سريع الانتشار تقريبا بحوالي 20% من اللي كان حادث في الموقع الأولى من كوفيد 19 يعني هل تكمن خطورته دكتور هل تكمن خطورة هذه السلالة في أنها أسرع انتشارا أم أنها أكثر فتكا بمن يصابون بها؟ حتى الآن علميا وما يوجد هو أنه أكثر انتشارا لا يوجد أي دليل علمي أنه مور فتا يعني هو بنفس القدرات نفس السلوك قريب من السلوك اللي حدث في الطفرة البريطانية طيب عمليات التلقيح بما أنه تقول أنه اللقاحات المتوافرة في الهند تتعامل مع هذه السلالة الجديدة كيف تصير؟ من يوم أمس بدأت التطعيمات للفئة العمرية من سنة 18 سنة وفوق واللي كانت من قبل بس للفئة العمرية من 45 وفوق الآن الفتح إلى سنة 18 سنة وفوق وتقريبا حوالي بدأ بعدد كبير من أمس وبتستمر وبتأخذ طبعا أكيد وقت بحكم أن تعدى السكاني ضخم مليار 300 مليون نسمة وبيحتاج إلى قهد كبير حتى نوصل إلى مناعة القطيع أمام هذه المشاهد المروعة التي نشاهدها تأتي من الهند ما هي الإجراءات التي تتخذها الهند للحد من انتشار هذه السلالة الجديدة؟ المستشار الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي كان قد قال بأنه يجب أن يفرض إغلاق كامل لمدة أسابيع في الهند هل تدرس الهند اتخاذ هذا القرار؟ ومدى قدرة الهند على تنفيذه؟ حقيقة قد تم إغلاق المناطق المبوءة كثيرا تم إغلاق تام مثل محافظة مهراش ترى وإغلاق تام في العاصمة الهندية نيودلي وفي إغلاق تام في عدة من الولايات الهندية أنت تعرف الهند شفه قارة ومليار 300 مليون نسمة اتخاذ قرار إغلاق شامل أكيد تتخذ الحكومة في الوقت المناسب لكن حتى الآن يبدو أنهم يتعاملون على الإغلاق المناطق لأكثر انتشارا ويتعاملوا مع الأمر على هذا الطريق الأعراض التي تظهر على هؤلاء الذين يصابون بهذه السلالة ما هي؟ هل تختلف عن أعراض كوفيد-19؟ غالبا هي نفس الأعراض التي صارت في الكوفيد-19 بإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى التي أضيفت إلى ما كنا نراها في الموقع الأولى في الموقع الثاني هذه نرى كذلك مع الأعراض السابقة توجد هناك أعراض أخرى مثل أعراض في الجهاز الهضمي، سهال، طرش آلام في البطن هناك قدرة على التركيز، التهابات جلدية، التهابات في العيون في هذه الأعراض التي أضيفت إلى جانب الأعراض السابقة التي كانت موجودة في نفسها في كوفيد-19 المستشفيات في الهند بشكل عام في نيودالهي بشكل خاص وتجهيزات التي أثرت قلق العالم بأنها لا تكفي كل هذه الأعداد، كيف هي الآن؟ حاليا في المستشفى التي أشتغل فيها الأمور تحت السيطرة، في بعض المستشفيات التي في أطراف العاصمة عانت شوية من نقص في الأكسجين، عانت من الضغط، المشكلة في الضغط السكاني العدد الضخم الذي يأتي إلى المستشفيات عدد كبير بالأسبوع الماضي وليس كلهم يحتاجون إلى المستشفيات السبب كان فيه سبب الضغط الذي كان يحصل على المستشفيات إلى جانب كان هناك ضغط كبير على الأكسجين حاليا الآن الأمور في الطريق إلى حالات أمور أكثر من ضمنها الاحتياج الكبير للأكسجين في هذه الصورة التي ننقلها لا أدري إذا كنت ترىها ولكن نشرح لنا هذه الصورة يتم تعقيم حتى السيارات التي تنقل الموتى هل يعني ذلك أن هناك خطر من انتقال هذا الفيروس حتى من الذين توفوا به؟ هذا يلزم ويجب طبعا هذا حتى من الموقع الأولى من أول ظهور كوبيد نينتين التعقيم يجب أن يتم على كل مسطح أو مكان لامس المصاب أو المتوفي بسبب كوبيد نينتين وهذا شيء إلزامي وشيء أساسي جزء من البروتكشن للمجتمع يلزم هذا في الموقع الأولى وفي الموقع الثانية طبعا ممكن ينقل المتوفي ممكن ينقل للمحيط من سوائله شكرا جزيلا لك دكتور وليد البكالي استشاري طب الأطفال والأسرة في مستشفى أبولوف العاصمة أمريديا نيو دالهي شكرا جزيلا لك شكرا لك ومشاهدين ختم ستوديو الحدث لهذا اليوم تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا تابعوا الحدث على الحدث دوت نت شكرا للطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا للك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة